بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله التفاخر بما أعطى الله عبده من نعم على الآخرين والسخرية منهم هو من الأمور البغيضة عند الله عز وجل لذا ضرب الله لنا الأمثال في كتابه العزيز كي نتدبر ونطعض نعم نعم سآتي حالا إن شاء الله ما بك يا صالح سمعتك تقول ستأتي وأنت تتحدث في الهاتف فإلى أين أنت ذاهب الآن وهذا هو يوم عطلتك الأسبوعي لقد كانت تصالا من مدرسة نادر نادر؟ ابننا؟ هل أصابه مكروه؟ أخبرني يا صالح ما الذي حدث له؟ لا يا هند لم يصبه شيء يقولون بأنه تشاجر مع أحد زملائه بعد أن تنمر عليه تنمر عليه؟ ولماذا يتنمر أحد زملائه عليه؟ بل العكس ما حدث يا هند؟ فلقد قام ابننا بالتنمر على زميل الله ابني أنا؟ ابني أنا يفعل هذا؟ نادر يتنمر على زميل الله؟ ليس هذا طبعه أكاد لا أصدق وأنا أيضا لكني سأذهب الآن وأعرف ما الذي حدث بالضبط فربما كان هناك خطأ ما أو أنني أسأت الفهم هذا ما تم استدعاؤك من أجله يا سيد صالح هذه المرة الأولى التي يتنمر فيها نادر على أحد زملائه وهذا الفعل مرفوض تماما هنا في مدرستنا أنا لا أعرف ماذا أقول فهذه مفاجأة بالنسبة لي فهذا الفعل ليس من طباع نادر لقد استدعيناك اليوم يا سيد صالح ليس فقط لكي نعلمك بما فعله نادر بل لنعلمك أيضا بأن البيت أو أنتم كأسرة لكم نفس المسئولية التي نحملها نحن تجاه تلاميذنا فالبيت يا سيد صالح هو المدرسة الأولى لبناء النشأ أعلم ذلك تماما يا سيدتي وهذا بالفعل ما نقوم به أنا وأمه في البيت فلنسمع منه ونرى ما الذي جعله يفعل هذا الذنب فلتأتي إلى هنا يا نادر أخبرنا لماذا فعلت ذلك؟ لماذا تنمرت على زميلك رامي أمام كل زملائك؟ لا أعرف ربما هو الغضب الذي جعلني أسخر منه ولكني حينما رأيت رامي يبكي وعرفت أنني أخطأت خطأا كبيرا لم أتوقع أن تؤثر كلماتي فيه إلى هذا الحد ليس الغضب وحده يا ولدي بل هو عدم شكر النعمة فلو كنت تدرك كيف من الله عليك بنعمة القوة التي حرمها غيرك لما كانت هذه الكلمات تخرج منك فإياك والتفاخر والتكبر على الغير بنعمة ما وإلا أزالها الله منك وأبدلك حالا غير الحال كما حدث لصاحب الجنتين ومن صاحب الجنتين هذا؟ سأخبرك وسأقص قصته عليك ولكن استمع بقلبك قبل أذنيك فالقلب يا صغيري هو منبع الإدراك والوعي يحكى أن في بني إسرائيل كان هناك أخوان لرجل صالح كان أحدهما يدعى يهوذا وهو رجل صالح كثير الصدقات أما الآخر كان يدعى باراطوس كان باراطوس غنيا ميسورا في كافة أموره وكان له حديقتان عظيمتان وفي يوم اشتد ضيق الحال على يهوذا بعد أن جف محصوله وقل رزقه وبعد طول تفكير قرر يهوذا أن يذهب لأخيه ليقترض منه بعض المال فلبس عباءته وتوجه إلى حديقة أخيه ما أجمل حديقتك لم أرى جمالا بهذا الشكل من قبل لا تعرف يا يوشع كم تعبت أنا لأجعلها على هذا النحو فلم يكن الأمر سهلا بالمرة الكل يتحدث عن جمال الحديقتين ويحسدونك عليهم يا صديقي هذا هو حال الناس دائما ينظرون لما في يد غيرهم لماذا لا ينشغل هؤلاء الحمقى بما في أيديهم هم هل يعتقدون بأن السماء تمطر ذهبا أنه مجهودي حصيلة خبرتي أعلم يا صديقي إلا أنها طبيعة الحاسدين من الناس لا تكترث لهم فالحقد كالنار تأكل بعضها بعضا صدقت يا يوشع صدقت أه؟ أليس هذا يهوذة؟ ما الذي أتى به؟ من المؤكد أنه أتى ليقترض مالا فقد سمعت بأنه في ضائقة مالية يقترض مالا هذا أمر سخيف هل ستقرضه مالا؟ ماذا تقول يا يوشع؟ بالطبع لا فلئن أقرضته فلن يتوقف عن طلب المال فيما بعد وسأجده مع كل ضائقة يقف أمام حديقتي يطلب المال كيف حالك يا بارتوس؟ كيف حالك أنت يا يوشع؟ بخير والحمد لله سامعت أنك تمر ببعض الأزمات الحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ لها حكمة الله؟ نعم 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 هكذا هي الدنيا فما تمر به نمر به جميعا أنا ويوشع وباقي الأصدقاء ولكن ما شاء الله أنا أرى حديقتك مزدهرة يا بارتوس حتى إن أهل القرى يتحدثون عن جمالها الناس لا تتوقف عن الحديث يا يهود ولكن أخبرني ما الذي أتى بك في مثل هذه الساعة المبكرة من النهار؟ في الواقع يا بارتوس لقد أتيت لكي أقترد منك مبلغا من المال فلقد أراد الله أن لا تجني حديقتي أي محصول لهذا العام وأنت تعلم أن علي نفقات يجب أن أوفيها تقترد؟ مني أنا؟ كيف؟ وهل سمعت بأنني أقردت أحدا من قبل؟ هذا أمر لا أفعله أبدا كيف؟ أولا تخرج زكاة الزروع؟ زكاة الزروع؟ يا لها من أفكار بالية أي زكاة الزروع تلك التي تتحدث عنها؟ أما زلت تؤمن بهذه الأفكار الساذجة؟ ماذا تقول؟ حق الله على عباده تسميه أفكارا ساذجة؟ أي حال أصبحت عليه أنت؟ أصبحت فاهما لأحوال الدنيا بصورة أوضحة فانظر لنفسك إلى أين أوردتك أفكارك البالية أوردتك أن تأتي إلى هنا لتقف أمامي طالبا لبعض الأموال وكأنك سائل أو عابر سبيل تجبر بارتوس مع أخيه في الحديث بعد أن شعر بأن ماله قد أغناه عن كل شيء وكأنه قد استغنى عمّا في السماء والأرض سخر منه وكأنه يعايره بابتلاء الله له دون أن يعي أننا ما خلقنا في هذه الدنيا سوى لنبتلى فيميز الله الخبيث من الطيب خرج يهوذا وهو يشكو لله ضعفه وحاجته بينما راح بارتوس يتشفى فيه وكأنه يعلن انتصاره ويعيّره بما لديه يتباهى بعطاء الله دون أن يدرك بأن نعمة الله على العبد هي اختبار لا أكثر ليشهده الله على نفسه أيشكر نعمة الله أم يكفر بها ثم يلزمه حجته يوم القيامة ويكون فعله شاهدا عليه فلهذا خلق الابتلاء ولكن صاحب الجنتين لم يؤمن بذلك ولم يكن يعلم أيضاً بأن عقاب الله سيأتيه في أسرع وقت كيف صارت الأمور يا يهوذا؟ هل أقرادك بارتوس المال الذي طلبته؟ لم أفعل يا صار لقد قذلني وعايرني بابتلاء الله لي شعرت بالندم لأنني ذهبت إليه كنت أعرف ذلك فمثله لا يمكن أن يأتي الخير من قبله لا عليك يا زوجي فوالله لا يفرج الله كربتك من حيث لا تعلم وبأسرع مما تتوقع أليس هذا هو يقيننا بالله؟ هوا عليك أما أنا فسأعد لك الغداء فأنت لم تأكل منذ الأمس؟ لا لا لم تعد لدي الشهية أنا في ابتلاء عظيم لقد ضاقت علي الدنيا ولا ملجأ لي يا ربي سواك يا رب أسألك أنت وحدك فليس لنا سواك اللهم فرج عن زوجي كربته واقض دينا فأنت تعلم بحسن خلقي وطيب أفعاله ولقد توجه بالسؤال لغيرك فعاد مخذولا فلا ترد سؤاله يا كريم يا صاحب الفضل على العالمين يا من تجيب المضطر إذا دعاه نجي زوجي من هذا البلد إنك يا رب على كل شيء قدير كيف حالك يا يهود من؟ يوسف كيف حالك يا رجل؟ بخير والحمد لله أهلا بك يا يوسف تفضل اعذرني فلا وقت لدي فأنا هنا كي أرد لك دينك الذي أقردتني إياه منذ عامين كم أنت حليم بعبادك يا رب عذرا يا أخي أعلم أني قد تأخرت عليك ولكن رحلتي إلى بلاد فارس قد طالت لا عليك يا يوسف لقد كنت على يقين بأن أموالي في يد أمينة لقد كانت أموالك مباركة فلقد ربحت معي وأتاني منها الخير الوفير بارك الله لك فيما أتاك يا يوسف تفضل هذا دينك أما هذه العربة المحملة بالبضائع فهي هدية مني إليك ما هذا الحمد لله كل هذا الخير لي كم أنت لطيف بعبادك يا الله لك الحمد لك الحمد والشكر سأنصرف الآن وأراك على خير في أمان الله يا يوسف في أمان الله سارة يا سارة تعالي تعالي يا زوجتي فلقد فرج الله علينا كربنا ما شاء الله ما هذا من أين لنا بكل هذا الخير من عند الله يا زوجتي العزيزة هو من عند الله فاللهم لك الحمد يا رحيم يا رؤوف بعبادك لقد أبر الله قسمك يا زوجتي الحبيبة وتقبل دعاءنا ألم أقل لك يا يهوذة ألم أقل لك هكذا يفرج الله على عباده الشاكرين فاللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وفي اليوم التالي ذهب باراتوس كعادته لحديقته ليتفقدها ولكنه لم يكن يعلم بأن ما رآه بالأمس لم يكن ليراه بعد ذلك أبدا جفت الأشجار وسقطت الثمار وتيبست الأرض وكأن صاعقة من السماء قد سقطت عليها ها؟ يا لها من مصيبة يا باراتوس ما الذي حدث؟ ماذا أرى؟ أنا لم أرى شيئا كهذا من قبل يا لها المصيبة يا لها المصيبة هل هل ما تراه عيناي حقيقة واقعة؟ الأشجار جفت والأرض يبيست والثمار ذبرت لم يعد شيء كسابق عهده لا أكاد أصدق عيناي أين راح الجنة التي كانت بالأمس؟ كيف تبدل الحال هكذا؟ من أين جاء كل هذا الصحق؟ نعم إنه الصخط من الله هو كذلك حقا هل غوث يا رب؟ هل غوث؟ إنه لبلاء عظيم يبدو أنني تماديت في ذنبي فكان عقاب الله أنحلت بي هذه اللعنة هذه الأرض باتت ملعونة هي بالفعل كذلك يجب أن أبقى فيها حتى لا تحل اللعنة علي أنا أيضا يوشع هل ستتركني؟ هم عسايا أن أفعل لك ولكنك كنت رفيقي لسنوات لكن الله أراد أن نفترقها هنا يا رفيقي أنا أخشى عقاب الرب أخشى عقاب الرب لقد حل علي غضب الله إنها لعنته لقد حسبني على سوء فعلتي بسوء الجزاء هكذا كانت عاقبة من لم يشقر نعمة الله عليه يا صغيري فلقد أراد الله أن يخبرنا بقصص السابقين لكي نتعلم منها الدروس والعبر وأن لا نقع فيما وقع فيه أسلافنا الأولين أحسنت يا إمام أحسنت فما أجملها من قصة وما أفيدها من عبرة حقا إنها لعبرة يا جدي لقد تعلمت أن لا أتباهى بما لدي وأن لا أحقر من قدر من هو أمامي إذن أفهمت المقصد والمبتغى يا صغيري فهمت يا جدي ولن أتنمر على أحد بعد اليوم أبدا إذن يجب عليك الآن أن تعتذر لزميلك عما بذر منك سأفعل يا أبي سأفعل بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حديثنا اليوم عن الأمانة وقيمتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يعلم أمته كيف يجب علينا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها هيا 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 أسرعوا يا أولاد فالوقت يداهمنا والطريق طويل إلى مرسمة روح هيا فقد يأخذ الطريق منا أكثر من نصف النهار لقد وضعت الحقائب كما أمرتني يا أبي فكل شيء جاهز الآن هيا هيا بنا ولكن ماذا عن أخي أحمد ألن يأتي معنا حقا لا يا نادر فسيبقى هنا اليوم وربما غدا أيضا ثم سيأتي بعد ذلك إلينا ولما يا أبي لأن هناك بعض الأمانات التي تركها جارنا لدينا وحينما أبلغته بسفرنا قال بأنه سيأتي من سفره غدا أو بعد غد وذلك ليأخذ أمانته ولماذا لا ينتظر قدومنا فكم وددت أن يأتي أحمد معنا فالسفر لن يكون ممتعا بدونه إنها أمانة يا نادر ويجب رد الأمانة حينما يسأل عنها صاحبها أمانة؟ وما معنى كلمة أمانة يا أبي؟ الأمانة هي وديعة يتركها الإنسان عند شخص آخر ويكون هذا الشخص موضع ثقة بالنسبة له وحينما يحتاجها يجدها حاضرة على الفور أنسيت قصة أمانات قريش عند رسول الله التي درستها قبل عامين؟ فالحقيقة لا أذكرها إذن فدعني أذكرك بها فالأمانة في الإسلام أمر عظيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فبعد ثلاثة عشر سنة من دعوة رسول الله في مكة نزل الأمين جبريل بالوحي ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد حان وقت الهجرة من مكة إلى المدينة تلك الهجرة التي انتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أيقن بأن قومه لن يؤمن منهم الآن سوى من آمنوا من قبل فأبلغ أصحابه بأن يسبقوه إلى يثرب والتي سميت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها بالمدينة ولكن العائق الوحيد الذي كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة هو وجود أمانات لقريش عنده فبالرغم من تكذيبهم له إلا أنهم لم يجدوا من هو أكثر أمانة منه ليطرقوا ودائعهم عنده لذا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا وما هو هذا الأمر؟ أن يطرك أحدا من أهل بيته من بني هاشم ليرد الأمانات إلى أهلها ومن هذا الشخص الذي اختصه رسول الله بهذا الأمر العظيم يا جدي؟ إنه علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كانت مكة في أوج جهلها وبينما كان البيت الحرام يحاط من كل جوانبه بالأصنام حينها بعث الله عز وجل رسوله الكريم مبشرا ونذيرا فراح يدعو قريشا لعبادة الله الواحد إلا أن قلوبهم قد نشأت على الكبر ونكران الحق فأبوا تصديقه بل وحاربوه هل أم إله بل هل أم إلى سيد الآلهة فلتنعموا بالبركة وتنزل عليكم الرحمات هل أم يا زوار الكعبة بكم هذا أيها التاجر؟ بتسعة دراهم أما هذا الكبير فبعشرين درهم أسعارك غالية يا رجل ولكن بضاعتي تستحق يا أخ العرب من الواضح بأن هذه هي زيارتك الأولى لبيت الله من أين أنت؟ أنا من قبيلة ثقيف من الطائف إذن؟ نعم وهذه بالفعل هي زيارة الأولى لبيت الله الحرام ولقد سمعت عن هذا الرجل الذي ظهر من عدة سنوات ويداعي النبوة أتقصد محمد بن عبد الله من بني هاشم؟ نعم هو ما هي قصته؟ يقولون إن هناك من آمن به من قريش هل هذا الأمر قد حدث بالفعل؟ كذب بل لم يؤمن به سوى أراضي لقريش من العبيد والسفهاء حتى إن قبيلته لم يتبعه منها سوى ثلاثة فقط ومن هم هؤلاء الثلاثة؟ حمزة وجعفر وعلي أما جعفر فقد رحل إلى الحبشة ولم يتبقى معه من أهله سوى حمزة وعلي أولم يؤمن به عمه أبو طالب؟ من قال هذا؟ إذن كيف يحميه ويجيره من قريش وهو لم يؤمن به؟ هل هذا يعقل يا رجل؟ في الحقيقة على ما أظن هذا أمر فيه خلاف ثم دعك من محمد وما أتى به محمد ولنعد لأمر الآلهة من ستأخذ الكبير أم الصغير؟ هل سمعتم بآخر أخبار محمد؟ فما هي تلك الأخبار يا عطبة؟ احكي لنا إنه الخلاص من محمد وأتباعه إلى الأبد نجل هذا اجتمع سادة قريش في دار الندوة بالأمس إلى الأبد؟ ماذا تقصد بهذه المقولة؟ أوضح كلامك يا عطبة وهل في كلام عطبة ما يحتمل التوضيح يا حاكم؟ لا أفهم يا عمر أتقصد أنهم قد اتفقوا على قتل محمد؟ أخفض صوتك يا رجل فقد يسمعك قومه أو أحد أتباعه فيبلغه وساعتها تفشل خطة قريش وينجو محمد ولكني قد تركت لديه وديعة ولن أستردها بموته قد تذهب وديعة هباء إذن لا تخف على ودائعك يا حاكم فمن المؤكد بأن بني هاشم سيردون لقريش ودائعهم ماذا تقول يا عطبة؟ أتقتل قريش رجلهم ويؤدون إلينا ودائعنا؟ هذا هو حال محمد وبني هاشم يا حاكم يردون الأمانات إلى أهلها إذن ورب الكعبة إنها لخصة منا يا عطبة وظلم كبير ماذا بك يا حاكم؟ أتتعاطف مع محمد ومن معه؟ لا أتحدث عنهم ولا أكترث لأمرهم في شيء يا عمر بل أنا أتحدث عننا نحن كيف تكون الخيانة جزاء للأمانة؟ هل عرف هذا عن العرب من قبل؟ وبينما كان رجال قريش ينتظرون خروج رسول الله من بيته في الليل حتى يضربوه ضربة رجل واحد كان الله عز وجل قد أوحى لرسوله بالهجرة ليلاً وترك علي بن أبي طالب مكانه بعد أن أبلغه الله بأن الملأ من قريش كانوا قد عزموا على قتله في هذه الليلة فخرج رسول الله من بينهم بعد أن غشيتهم غمامة من الله فما استطاعوا أن يروا رسول الله وهو يمر من أمامهم بسلام؟ ونام علي بن أبي طالب الشجاع مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى ببرده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم إنه للعجب فبرغم من عداء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خافوا على شيء وضعوه عند النبي أمانة فكان السبب من ترك علي هو رد الأمانات إلى أصحابها فخرج رسول الله من بينهم بعد أن غشيتهم غمامة من الله فما استطاعوا أن يروا رسول الله وهو يمر من أمامهم بسلام وفي اليوم التالي اجتمع كل من كان يودع أمانته من قريش أمام بيت رسول الله بعد علمهم بهجرته يسألون عن أماناتهم فاستقبلهم علي بن أبي طالب وراح يهدئ من روعهم ويخبرهم بأن رسول الله قد أمر بأن تؤدى الأمانات إلى آلها وأنه بات في فراشه لكي يعيد أماناتهم إليهم فعمت الدهشة وجوه الحاضرين وصمتوا وكأن على رؤوسهم الطير ها هي وديعتي ردت إلي بلا أي نقصان حمدا للآلهة التي حفظتها لي نحمد الآلهة على عطائها وأنت يا ربيعة كيف هي وديعتك؟ على نفس الحال التي تركتها عليه عند محمد لقد صدق محمد وعده هذا ليس بجديد؟ فلقد اعتدت منه على ذلك إذن نحن أكثر الرجال خسارة في هذه الصفقة كيف هذا؟ ماذا تقصد بكلامك يا حاكم؟ من أين سنأتي برجل يؤتمن على الأمانات كمحمد بن عبد الله؟ معك حق ارتاح محمد من قريش وارتاحت قريش من محمد ولم يخسر في هذه الصفقة سوانا يا ربيعة صدقت يا حاكم صدقت فلتكن الآلهة في عوننا هيا بنا للأسواق فبضائعنا ردت إلينا وصل النبي الكريم قباء يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول فنزل على بيت كلثوم بن الهدم على أطراف المدينة دون أن يدخلها وأقام علي بن أبي طالب ثلاث ليال بمكة حتى أدى كل الودائع لأهلها ولم يبق منها شيء ثم لحق برسول الله ونزل معه على بيت كلثوم بن الهدم ليدخل بعد ذلك مع رسول الله المدينة في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول لتكون هذه هي السنة الأولى لتوقيت هجرة رسول الله وبداية التقويم الهجري ومن المدينة ولعشرة أعوام لاحقة كانت رحلة جديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة إلى الله عز وجل استطاع فيها أن يثبت نهج الإسلام السمح في قلوب المخلصين من أدباعه فما كان هناك غاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من غاية حسن الأخلاق ومكارمها الآن فهمت يا جدي ما هو معنى الأمانة لقد وضح الأمر الآن ولكن لي سؤال يا جدي اسأل يا نادر كيف استطاع علي بن أبي طالب أن يبيت في فراش رسول الله وهو يعلم بأمر محاولة قتل النبي ألم يكن خائفاً؟ القلب العامر بخشية الله لا يخاف من مخلوق فقط لا يخشى سوى الله وهكذا كان علي الذي تربى في بيت النبي الكريم منذ أن كان صغيراً لذا فتربية النشأ تبدأ من بيته الذي تربى فيه فهنا تكون النبتة الأولى ها قد علمت سبب تأخير أخيك عن السفر معنا؟ نعم علمت يا أبي إذن هيا قم واحمل حقائبك في السيارة فالوقت قد مر سريعاً أي أمرك يا أبي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير من اعتلى نعله الأرض وأفضل البشر والخلق أجمعين في الصفات الكريمة المحببة ومنها العطاء والبذل في سبيل إسعاد الآخرين وشخصية اليوم هي النموزج الأعظم في هذه الصفة الحميدة إنها سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أمي كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله أخبريني أنت يا حبيبتي كيف حال أبيك وإخواتك؟ ومن يقوم على رعايتهم أثناء تعبي؟ من يعد لكم الطعام؟ ومن يقوم على راحة أبيك وقضاء طلباته؟ لا عليك يا أمي لا تقلقي علينا فنحن كبار بما فيه الكفاية ونستطيع أن نقوم على شؤون البيت أما أبي فهو لا يطلب شيئا أبدا أنتم لم تعتادوا على ذلك من قبل يا ابنتي ووالدكم أيضا وهي قد حان الوقت يا أمي أوليس من العدل أن تنالي قصة من الراحة؟ أحسنت يا حبيبتي أشعر الآن بأن جهدي في تربيتكم لم يذهب هضرا بارك الله فيك وفي إخوتك بارك الله لنا فيك يا أمي وإن شاء الله ستعودين كما كنتي وأفضل أما الآن فسأذهب لأعد الإفطار حفظك الله يا بنيتي وبارك فيك حدثنا يا أبي عن دور أمي في حياتك نعم يا أبي حدثنا عنها آه ماذا أقول عنها لقد كانت دوما نعمة زوجة التي لا تمل أبدا من البذل والعطاء أتقصد أنها مثل السيدة خديجة رضي الله عنها؟ بالطبع مثلها فكم حكى لنا أبي عنها؟ ولكن لتعد علينا الحديث يا أبي فما أجملها من سيرة طيبة؟ نعم يا أبي احكي لنا عن السيدة خديجة هناك من هو أعلم مني بها فلنستمع منه وإن أردت أن أبدأ حديثي فماذا أقول؟ إنها أول المسلمين وسيدة نساء العالمين وزوج الرسول الأمين السيدة خديجة بنت خويل ابن أسد المكية القرشية ذات الحسب والنسب والرفعة والمكانة هي أول من ناصرت الإسلام ورسوله بمالها ونفسها بقلبها وعقلها وروحها هي من كانت ترفض كبار قريش باحثة عن الصفات العلا فظلت تبحث حتى وفقها الله بأن تكون زوجة لخير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين هون عليك يا رجل الأمر لا يستحق كل هذا الغضب ولقد مرت أيام وأنت ما زلت على حالك كيف أنسى يا حاطب وهذه هي المرة الثانية التي أتقدم لبنت ابن أسد ويتم رفضيه فكيف لا أغضب إن الغضب يعصف بداخلي كالرياح الهائجة لقد أغبرتك من قبل بأن لا تذهب مرة ثانية ولكنك أسررت وهذا هو جزاء إسرارك فلتتحمل إذن عاقبة ما فعلت من تظن نفسها خديجة تلك حتى ترفض من هو مثله ألا تعلم من أنا ومن أي قبيلة حسبك يا سالم إنها خديجة بنت خويلد أهم ممرأة في قريش نسب ومال ورفعة ثم أنت تعرف أن هناك من هم أعظم منك قدرا في قريش وقد تم رفضهم أيضا فدعك من هذا الحديث حاولت يا حاطب إلا أن غضبي قد غلبني النساء دونها كثيرات يا صديقي حقا إلا أنه لا توجد واحدة فيهن تشبهها في مكانتها يا حاطب فأنا لم أرى في كافة النساء رجاحت عقل ولا هيبة ووقارا مثل ما رأيته في بنت خويلد فهي لا تشبهها واحدة من النساء وكأنها هبطت من السماء مرحى بسادة قريش مرحى بك يا عوف ما حال صاحبك يا حاطب لا يرد التحية وقسامات الضاجر تعل وجهه ما بك يا سالم هو على هذا الحال منذ أيام منذ أن ذهب إلى بيت أسد وما حدث فيه أتقصد أمر خديجة وما غيره ألم تعلم بالخبر بعد خبر عن أي خبر تتحدث يا عوف خبر زواج خديجة بمحمد بن عبد المطلب ماذا؟ محمد بن عبد المطلب؟ أنا لا أصدق ما أسمع أم تأكد أنت من الخبر؟ هذا ما حدث مكة كلها اليوم ستتحدث عن الخبر فأبو طالب قد أعلن عن خبر زواج ابن أخيه محمد بخديجة محمد؟ ولكن لما محمد؟ هو ليس من سادة قريش ولا من أغنيائها ربما أرادت المكانة يا سالم فأنت تعلم قدر بني هاشم في قريش؟ ليس هذا يا حاطب فخديجة ليست بحاجة إلى ذلك فهي من أشرف قريش ولكن أمرها مع محمد مختلف فلقد سمعت بأنها هي من أرسلت إلي لتحدثه في أمر الزواج بها ماذا تقول يا رجل؟ هل جلنت؟ اهدأ يا سالم ودعك من هذا الغضب الأهوج بل هو ما سمعت يا سالم فبعد أن قام محمد بإدارة تجارتها وعاد بها من الشام حتى أيقنت بأنه هو الأمين عليها وعلى مالها ونحن أيضا نعرف من هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وقد جربنا أمانته وصدقه لسنوات عجبا لهذا الأمر عجبا انتشر خبر زواج محمد بن عبد الله وخديجة بنت خويلد في مكة سريعة وتناولته قريش في ندواتها لكونه حدثا عظيما فها هي سيدة قريش الأولى تتزوج برجل لا يملك جاها ولا مالا ككل من طلب التقرب منها وها قد فهموا أخيرا عما كانت تبحث خديجة هل الشرف والحسب؟ هو لديها المال والجاه لديها أيضا فقد كانت تبحث عن الصفات العلا الخير والصدق الوفاء والعطاء الرحمة والكرم إنها كانت تبحث عن محمد فقط محمد محمد الرجل قبل أن يكون محمدا النبي مرت السنوات ورزق محمد من خديجة بالبنين والبنات وفي إحدى الليالي وبينما هو قائم يتعبد في غار حراء أتاه الأمين جبريل ليخبره بأنه نبي آخر الزمان عاد محمد إلى بيته وهو على غير الحال الذي ذهب به وما إن أخبرها بما حدث حتى صدقته وآمنت به واحتوته كما تحتوي الأم رضيعها في ليلة عاصفة ظلت بجواره حتى بدأت الدعوة تنتشر في مكة وبات الإسلام يهدد عروش الطغاة أعلمت يا عاتكة بما يدور الآن وما تدبره قريش لرسول الله ما الذي تدبره قريش لرسول الله أنبئني يا سعيد لقد اجتمع سادة قريش وقرروا محاربة رسول الله بمقاطعة بني عبد المطلب وبني هاشم أجمع حتى يتوقفوا عن نصرة رسول الله مقاطعة؟ كيف ذلك يا سعيد؟ لقد اتفقوا على أن لا يتزوجوا منهم وأن لا يتاجروا معهم وأن لا يجالسوهم أو يخالطوهم وقرروا أن لا يعودوا عن ذلك أبدا حتى تتخلى بن هاشم عن الدفاع عن محمد وحمايته ولقد كتبوا في ذلك كتاباً وعلقوه في جوف الكعبة لعنة الله عليهم أجمعين أن يحاربون رجلاً أن يقول ربي الله وحده لا شريك له رجلاً لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر أخشى على رسول الله يا عاتكة من هذه المكيدة إن الله ناصر رسله هكذا علمنا رسول الله فلا تخف صدقت يا عاتكة ولكن ماذا عن خديجة؟ هل ستستطيع العيش بعيدة عن رسول الله؟ ومن قال لك ذلك؟ والله إن خديجة لم تكن لتترك رسول الله أبداً في سراء أو ضراء ووالله إنها لأول المدافعين عن رسول الله قبل أبي طالب وبني هاشم أجمعين وأينما ذهب رسول الله فستكون خديجة معه لا محالة أعلم ذلك يا عاتكة فليعنها الله على ما تدبره قريش لرسول الله من كان يصدق بأن محمداً وبني هاشم سيصمدون في شعب أبي طالب كل هذا الوقت إنه أمر غريب حقاً يا رجال كلما قلنا بأن محمداً قد خارت قواه وهو على شفى التسليم لقريش نجد منه عزماً جديداً من أين أتى هذا الرجل بكل هذه القوة والصبر؟ أما زلت تحصده على خديجة يا سالم؟ ولم لا يعوف؟ وقد كانت هي كل جيشه الذي استقام به ظهره وقاوم به قريشاً لسنوات عدة فلولاها ما استطاع أن يحارب مثل هذه الحرب فحتى وهي محاصرة معه في الشعب تجد من يساعدهم من أهلها أتقصد حكيم بن حزام ابن أخيها؟ ومن غيره؟ إنه يدوم على إرسال الطعام والمؤن لهم في الخفاء إن لخديجة أذرعاً لا تقطع يعوف ولولاها ما طاق محمد الحصار أخالفك الرأي يا صديقي فأنت تعرف محمداً كما أعرفه إنه رجل صاحب عزيمة ولولا ذلك ما ناصره قومه وما آمن به رجال من قريش لم يؤمن به سوى قليل من صغار قريش يا رجل وهل حمزة بن عبد المطلب من صغار قريش؟ إنه فارس قريش دعك من حمزة فهو من قومه ولا يناصره إلا لشرف يبحث عنه هو وبن هاشم أن يقال إن الله قد بعث فيهم نبياً دون سائر قبائل قريش وإنه والات والعزة لأمر لن يدوم طويلاً وستجدث هذه الشجرة من أصولها على أيدينا نحن سادة قريش ولماذا لم تقطع الشجرة إلى الآن؟ أتقطع الشجرة حينما تقوى وتمتد فروعها إلى أعماق الأرض؟ ماذا بك يا حاطب؟ راك تتحدث بوهن أم أنك أصبحت تشفق على محمد ومن معه؟ على العكس يا رجل فقط أتعجب من صبر هؤلاء وتحملهم كل هذا الأذى في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ سمعتم الخبر يا سادة قريش عن أي خبر تتحدث يا رافع؟ تكلم هناك حديث في دار الندوة بين أبي طالب وسادة قريش لإنهاء الحصار ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ من أين جئت بهذه الأخبار؟ أنا عائد الآن من دار الندوة ولقد علمت بهذا الآن ما بك يا هشام؟ أرد دجر محفوراً على قسمات وجهك ما الذي حدث؟ أو تسأل حقاً يا زهير؟ أراضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك حيث تعلم أقبلت نفسك هذا يا زهير؟ أتقصد بني هاشم؟ ومن غيرهم؟ تعلم بأن هذا ما أرادته قريش فما الذي أستطيع أن أفعله؟ أقسم بالله إنهم لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام لم تركهم وحدهم أبداً ويحك هشام ويحك ماذا أصنع وأنا وحدي؟ والله لو كان معي رجل واحد لقمت بنقد هذه الصحيفة وها أنت قد وجدت رجلاً يعينك يا زهير ومن هذا الرجل؟ هو أنا أه؟ أنت؟ أوليس لنا معين آخر؟ فإن الأمر جلل يا هشام لا عليك يا زهير فسأتيك بثلاثة من سادة رجال قريش ها أنا ها أنا زهير بن أبي أمية وهؤلاء رجالها وكبراؤها هشام بن عمر والمطعم بن عدي وأبو البختري وزمعة بن الأسود ولقد رأينا أمراً لقد طال الحصار على أهلنا من بني هاشم ولم يعد الأمر يطاق وإنا قررنا إما الصلح وإما فك الحصار يا أهل مكة يا أهل مكة أنأكل الطعام ونشرب الشراب وبن هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم والله والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير من اعتلى نعله الأرض وأفضل البشر والخلق أجمعين في الصفات الكريمة المحببة ومنها العطاء والبذل في سبيل إسعاد الآخرين وشخصية اليوم هي النموزج الأعظم في هذه الصفة الحميدة إنها سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها يا معشر قريج لقد نبأني ابن أخي بأمر عظيم فإن صدق فيما نبأني به فما عليكم إلا أن تشقوا الصحيفة خيرا يا أبا طالب ما الذي أنبأك به محمد؟ لقد قال لي بأن الله قد سلط حشرة ضعيفة فأكلت ورقتها ولم يبقى منها إلا باسمك اللهم محمد يعلم الغيب أساحر هو أتسخر منها يا أبا طالب؟ توقفوا ودعكم من هذا اللغة ولنذهب لنرى أقول محمد حق أم لا؟ توقفوا ودعكم من هذا اللغة توقفوا ودعكم من هذا اللغة صدق محمد وكذبت قريش صدق محمد وكذبت قريش صدق محمد وكذبت قريش البشارة أبا طالب وكذبت قريش وقف بجوار الكعبة ثم قال وما الذي أنبأهم به رسول الله؟ أنبأهم بأن الصحيفة قد أكلتها الأرض ولم يبق منها إلا باسمك اللهم وما إن دخلوا حتى وجدوا بأن ما قاله رسول الله حق سبحانك يا الله ومع ذلك ما زالوا يشككون في نبوته يا لهم من قوم ضالين ولكن كيف حال رسول الله يا سعيد؟ أهو بخير؟ بخير والحمد لله رغم كل ما عاناه ولم يصب أحد بضر في هذا الحصار مثل ما ضرت خديجة لم يكن لمثلها هذا العناء يعاتك فهي لم تعتد مثله من قبل كم هي صابرة لقد عانت كثيرا في هذه السن أسأل الله أن يحفظها من كل سوء اللهم احفظها من كل سوء اللهم جازها عن دفاعها عن دينك ونصرة نبيك خير الجزاء فأنت وحدك يا الله تعلم بما قدمته لنصرة محمد ودين محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء العالمين أربع مريم بن عمران وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما سلف قبل حصار الشعب إلى قول الحق ونشر دعوة الإسلام بين الناس إلا أن خديجة كانت قد تحملت ما لم تتحمله امرأة أخرى على مدار ثلاثة أعوام من حصار الشعب فقد ترك الحصار آثاره عليها فجسدها الهزيل لم يكن ليتحمل كل هذه المعاناة فبدأ المرض يتمكن منها ولم تعد خديجة إلى نفس قوتها قبل حصار الشعب فكانت هي النموذج الأعظم في الصبر والبذل والعطاء في الإسلام هل سمعت يا عمر؟ آخر أخبار محمد وهل في النفس ساعة للسماء عن محمد بعدما حدث لي في جوف الكعبة يا أبا سفيان لقد زهدت نفسي عن كل شيء فكلما قلت في نفسي إن نهاية محمد ودعوته قد اقتربت أجد أنها مجرد أوهام تسبح في رأسي ولكن الأمر جلل هذه المرة يا أبا الحكم هاتي ما عندك يا أبا سفيان ودعك من المقدمات أبو طالب مريض وماذا في ذلك؟ هل تنتظر مني أن أزوره وأطمئن عليه؟ لم تفهم بعد يا أبا الحكم أبو طالب مريض مرضا شديدا هو على فراش الموت يا رجل ماذا؟ أمتأكد أنت يا أبا سفيان؟ بالطبع لقد عدته بنفسي إنه في طريقه لترك الدنيا آه إن مات أبو طالب فهو نصر عظيم لنا على محمد ودعوته حتى إن مات أبو طالب فستبقى شوكة خديجة في ظهورنا ستحول دوما بيننا وبين محمد خديجة بنت خويلد آه كيف نسيتها؟ أنساك غضبك يا أبا الحكم فليذهب أبو طالب أولا فتذهب معه نصف قوة محمد وأما خديجة فلتعيننا عليها الآلهة وها قد ذهب أبو طالب وضاعفت شوكة محمد ها قد انكسر درع محمد الذي كان يقيه من ضرباتنا المتتالية إنها بركة الآلهة يا أبا سفيان لقد نظرت لها نظرا وها هي قد استجابت لي وما كان النظر يا أبا الحكم أن أجلد كل عبد أسلم مئة جلدة إنها حقا بركة الآلهة يا عمر ولقد أبر نذرك فها هو محمد الآن يشعر بالضعف وهو يرى باب الحصن يفتح عليه وهو جالس وحده في انتظار الغزو ولكن باقي له حمزة فهو من قومه وهو درعه وسيفه أيضا أما زلت تذكر له شجاركما أمام الكعبة؟ وهل هذا شيء ينسى أبا سفيان؟ لا عليك يا عمر فولاتي والعزة ليأتي اليوم الذي تنتقم فيه لنفسك وهو يوم آت لا محالة فقط تحل بالصبر فهو السبيل الوحيد للوصول لعظيم المناه وسنشرب في يوم قريب كأس نصرنا فوق جثث من آمن بمحمد ودينه أبشر يا سادة قريش بخير يوم تشهده قريش منذ سنوات وأي الأخبار سيكون أجمل من موت أبي طالب؟ بشرنا بشرتك الآلهة وأنزلت عليك نعمتها خديجة خديجة يا أبا سفيان خديجة زوجة محمد؟ ما بها؟ لقد التحقت بأبي طالب وتركت محمداً وحده دون نصير أعله بل أعله بل لقد انكسر ظهر محمد بن عبد المطالب لقد ماتت دعوته كانت خديجة لرسول الله هي السكن والسكينة والمودة والرحمة تزوج رسول الله بعدها من النساء إلا أنه لم ينس فضلها أبدا لقد كانت خديجة في قلبه لا تخرج من قلب رسول الله أبدا يتذكرها ويذكر اسمها في كل وقت وفي كل مناسبة فعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء كان رسول الله يدرك بأن خديجة ليست كأحد من نساء العالمين فظلت في قلبه حاضرة لا تغيب مات أبو طالب عم رسول الله وتبعته السيدة خديجة بأيام قليلة فساد الحزن في قلوب المسلمين حتى سمي هذا العام بعام الحزن وبعد ثلاثة أعوام من موتهما تلك الأعوام التي لاقى فيها رسول الله من قريش أشد درجات الأذى والتنكيل مرت الأيام ثقيلة حتى أمر الرسول بالهجرة إلى يثرب هو ومن أسلم معه لتبدأ قصة جديدة للإسلام في أرض أخرى فتسعد يثرب بقدوم رسول الله ويبدل اسمها بعد قدوم الرسول بمدينة رسول الله ليجد النبي المصطفى أعوانا على الحق ويكون لهذا الدين أنصار شرف الله سبحانه وتعالى أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لأن أرسل أمينه جبريل ليقرئها السلام من الله عز وجل ويلها من رفعة لا يصل لها إلا المخلصون المصطفون هكذا كان حال سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الزوجة والرفيق والمعين كابدت معه الصعاب والمشقة بقلب طائع لله مخلص له راض بحكمه وقضائه فما أن اقترب الأجل حتى كانت البشارة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب هكذا كانت رحلة السيدة خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة كانت هي النبراسة لكافة النساء لم أكن أعلم كل ذلك عن السيدة خديجة رضي الله عنها ستظل السيدة خديجة قدواتي وأحب نساء الأرض إلى قلبي كم نحن في حاجة لمعرفة سيرة النبي الكريم بشكل أكبر ففي سيرته الشريفة نور يضيء لنا الطريق من الغد سأحرص على قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قل من اليوم يا نادر ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد أما الآن فدعونا نذهب لنطمئن على أمكم وأيضا لنحكي لها عن قصة أم المؤمنين خديجة هيا هيا بنا تفضل يا أبي رحم الله أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وعظم أجرها وجعلها قدوة لكافة نساء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الشجاعة من الصفات المحببة في الإسلام وشخصيتنا اليوم هي خير نموزج للشجاعة إنه أسد الله حمزة بن عبد المطلب ما الذي حدث يا نادر؟ يقول بأن مجموعة من الأطفال المتشردين هاجموه هو وصديقه أثناء عودتهما من المدرسة ولكن الحمد لله لم يصبه مكروه فقط بعض الخوف أطفال متشردون؟ هذا أمر غريب ولكن أخبرني ماذا دار بينك وبينهم؟ رأيتهم يضربون طفلا أصغر منهم فحاولت أن أدافع عنها فهاجمونا نحن أيضا وحاولوا ضربنا لقد كانوا خمسة ونحن اثنين فقط لا تحزن يا نادر لا تحزن فأنت قد فعلت ما كان يجب عليك فعلا فحينما نرى أمامنا ظلما قد وقع على شخص ضعيف يجب علينا أن نتحلى بالشجاعة وننهي الموقف مهما كلفنا الأمر من خسائر فالإنسان موقف وأنت قد أبليت بلاء حسنا أوليس هذا جبنا يا أبي؟ ما الذي تقوله يا حبيبي؟ كيف رأيت ما حدث على هذا النحو؟ كلنا نخاف يا ولدي هذا أمر فطري فينا جميعا ولكنني قد درست سابقا أن أسد الله لم يكن يخشى شيئا مطلقا أتقصد سيدنا حمزة بن عبد المطلب؟ نعم هو يا أبي أوليس ما قرأناه عنه صحيح؟ أم أنها قصص لا أصل لها؟ بلى هو صحيح يا ولدي فلحمزة روايات تحكي عن فرسيته فهو أول بطل في الإسلام وأول ناصر له هل كان حقا لا يخشى الوحوش كما حكي عنه في الأثر يا أبي؟ نعم يا نادر يا ولدي احكي لي عنه يا أبي لكي تعرف يا ولدي قدره حقا دعنا نستمع لجدك كانت شوكة الإسلام رطبة خضراء حتى أسلم حمزة فقويت شوكة الدين وسعد به الرسول الأمين فشجاعة وفروسية حمزة كانت تضرب بها الأمثال إنه حمزة بن عبد المطلب بن هاشم سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة وصديقه وحبيبه فهو لم يكن ليسبق الرسول صلى الله عليه وسلم سنا سوى بعامين لذا كان من أقرب الناس إليه ظل حمزة مثالا للفروسية والهيبة والوقار في مكة يتحدثون عنه في ندواتهم وكأنه فارس من التاريخ أسامعت أخبار محمد وأبي الحكم؟ عن أي أخبار تتحدث؟ فأخبار محمد كثيرة هذه الأيام لقد تعرض أبو الحكم بالأمس لمحمد وسبه في حجر الكعبة ولم يقفه أحد لقد شاهد هذا المشهد كل من كان بجوار الكعبة وماذا فعل محمد؟ لا شيء لا شيء فهو كما تعلم لا يتفوه بأية ألفاظ نابية فهو نبي كما يزعم وهل علم بن هاشم بما حدث لنبيهم؟ ليس بعد ولكن لا خوف في كل الأحوال فلن يجرأ أحد على الوقوف أمام أبي الحكم فأنت تعرف سطوته جيداً ربما ولكن أنا سيت حمزة حمزة بن عبد المطالب ومن غيره؟ ولكن حمزة الآن في صيد ولا يعلم أحد موعد قدومه وهل سيبقى في البرية إلى الأبد يا رجل؟ ربما يعود في الغد أتعتقد بأن حمزة يجرؤ على أبي الحكم؟ لم يفعلها في مكة أحد من قبل ولكن غضب حمزة شديد ولا أحد يعرف إلى أي مدى ستأخذه حميته وغيرته على ابن أخيه أهو على دين محمد؟ ليس بعد وإن كنت قد سمعت بأنه على دينه ولكنه لا يجاهر بذلك لو صدقت لكان هذا نصراً عظيماً لمحمد ومن معه فلا يوجد في مكة كلها فارس كحمزة بن عبد المطالب إذن دعنا ننتظر ونرى ما الذي سيحدث حينما يعلم حمزة بخبر ابن أخيه مع عمر ولنشاهد بعيد في صمت فهذه معركة حامية لا قبل لنا بها صدقت يا رجل صدقت ولد حمزة قبل عامين من ميلاد رسول الله فتربي معاً في بيت عبد المطالب سيد قريش وبني هاشم فتعلم من أبيه فصاحة العرب وشيمهم الأصيلة من كرم ومروءة وشجاعة كان قبل نزول الرسالة على خاتم النبيين فتى كريماً شجاعاً محباً للمغامرة والفروسية تهابه قريش وتخشى بطشة وتعرف مكانته بين الفرسان ولولا أنه كان كثير الترحال في البرية لعلى فوق رؤوس سادة قريش وكبرائها فقد شهدت له قريش كافة برجاحة العقل وبيان الحجة وفصاحة اللسان وقوة السيف يا حمزة يا حمزة يا ابن عبد المطالب ما بك يا امرأة لقد حدث أمر عظيم في غيابك وأقسمت أن أبلغك إياه خيراً تكلم يا أمط الله ولا تخاف شيئاً لقد صب ابن أخيك في حجر الكعبة وعلى مرأة ومسمع من الحجيج والأعراب تقصدين محمداً؟ نعم أقصد محمد بن عبد الله ومن ذا الذي يجرؤ على سب سيد ولد بني هاشم؟ ومن غيره غليظ القلب صليت اللسان عمر بن هشام أبو جهل؟ هو لا أحد غيره والله لأجعل أنه يندم على فعلته ويعرف قدر محمد في قومه وفي قريش ولكن لا تخبر أحداً بأنني أنا التي أبلغتك فأنا أخاف بطش بن هشام لا تخبر أحداً لا تخاف يا أمط الله اذهبي اذهبي في أمان الله يا عمر بن هشام يا أبا الحكم يا أبا جهل ماذا بك يا حمزة؟ خذ ردها علي إن استطعت أتسب بن أخي وأنا على دينه؟ ما هذا؟ صبأ بن عبد المطلب لقد قويت شوكة محمد يا لمصيبة قريش لقد صبأ حمزة تقولون صبأت؟ والله ما أرى نفسي إلا اهتديت إلى سبيل الحق وما أراكم إلا في ضلال أتسبون رجلاً أن يقول ربي الله؟ دعانك هذا اللاغوة يا حمزة وعود لرشدك إننا كبار قومك وسادة قريش وأدرى بالحق منك أنا من لم يحضر الوحوش الكاسرة في البرية أحضر قول الحق أمام من هم على شاكلتكم فبئس ما قلت يا رجل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً فلابد له أن يغضب فالتذهب يا حمزة وكفى ما فعلته واحدة بواحدة وكفينا شر القتال والله ليس بكاف يا ابن هشام فمن اليوم لن يسل سيفي ورمحي على وحش في البرية فقط يسل سيفي على أعداء الله ورسوله أتهددنا يا حمزة ألا تخشى عقاب قريش؟ والله إني لا أبالي بشيء على وجه البسيطة ولا أخشى إلا الله ومن أراد منكم أن يعرف قدره فليأتني بعيداً عن الكعبة لأذيقه طعم سيفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله استشهد حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة على يد عبد حبشي يسمى وحشياً كان قد تم وعده بأن يتم عطقه من العبودية إن قتل حمزة ففعل وكان عمر أسد الله حينها تسعاً وخمسين سنة فبكاه رسول الله وبكاه المسلمون كافة فلمثل حمزة تبكي العيون أبداً حقاً كان رمزاً لشجاعة كم كان حمزة قوياً حقاً وكانت قوته في سبيل دينه ولا شيء آخر حينما أستمع إلى الحديث منك أشعر وكأنني أرى الأحداث يا جدي هذا لأنها أحداث قد وقعت بالفعل وليست من وحي خيال من يرويها لقد أبهرتني شجاعته من اليوم سأجعله قدوة لي هناك فرق يا ولدي بين الشجاعة والتهور إياك أن تبحث عن الصعاب لتواجهها ولكن حينما تأتيك الصعاب فقل لها بالمرصاد هذه هي الشجاعة التي كان عليها أسل الله حمزة بن عبد المطلب هذه هي الشجاعة التي يريدها الإسلام في قلب كل مسلم أفهمت يا نادر؟ فهمت يا جدي بسم الله الرحمن الرحيم قدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اشتركوا على القناة